اهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم اي بي شو النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن كل الناس بقت متدولة ما بينهم كتير يمكن بقينا بنشوفها كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى كل المواقع التواصل الاجتماعي وبنا نتكلم فيها بيننا وبين بعضينا وهي الجريمة الالكترونية طبعا كلنا عارفين ايه هي الجريمة الالكترونية في ناس كتير بتقذي بعض وبتشوه سمعة بعض بطريقة مباشرة او غير مباشرة بطريقة مباشرة ان هي بقت دلوقتي بتنزل بوستات تشويه بشوه ففلان بنزله صور بهكر عليه كل الحاجات دي كلها دي تحت بند الجريمة الالكترونية وهي للأسف بقت منتشرة اكتر من الجريمة العادية وللأسف خربت بيوت ناس كتير وللأسف بقت متدولة بشكل كبير جدا 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 كل شوية بقينا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي وعشان كده النهارده معانا البشمهندس يحيا ناصر المزير التنفيذي لشركة ارابيكس وخبير الاتصالات بنرحب بيك يا بشمهندس يحيا عامل ايه بخيري فاند طبعا نورتنا الحلقة الفاتحة ومنورنا الحلقة دي ربنا نخليك عايزين نتكلم عن الجريمة الالكترونية انت كخبير اتصالات شايف ايه هي الجريمة الالكترونية او ازاي وصلنا للمرحلة البقت منتشرة بشكل كبير ده طيب هو احنا الاول نعرف يعني ايه الجريمة الالكترونية لو احنا بنتكلم على الانترنت هو عالم افتراض زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت فيه نوع معين من الاتصال بيتم عن طريق حاجة اسمها الاي بي وده اللي بيبتدي اتواصل الناس وبعض العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه فيه جرائم الاعتهادية اللي هي مثلا جرائم السرقة جرائم الخطف جرائم التحرش فيه انواع كتير جدا من الجرائم في العالم الافتراضي اللي احنا بنتكلم فيه فيه نوع تاني اكثر شراسة من الطبيعي ليه؟ لان الجريمة العادية لازم توافر الضحية مع المرتكب الجريمة نفسها لازم يكون قريب منه بالنسبة للانترنت مع التساع رقعة الانترنت وتوافر الاجهزة واستخدام كل واحد الموبايل وكلام زي كده فبقى سهل اختراق البيانات بتاعته وسهل الوصول اليه فهنا بنتدرك بقى لإيه؟ لو انا قدرت اخترق موبايلك مثلا بخصياتك فاقدر اعمل نوع من انواع الابتزاز فقولك والله انا قدرت احصل على المعلومات الفلانية تدفعي كام الهاكينج ده الهاكينج بزرق الهاكينج فيه منه اشكال كتير وفيه مصطلحات كتير احنا بنسمعها وانا مش عايز اسرد المصطلحات الصعبة للناس احنا قلنا البرنامج ده لغير المتخصصين بزرق اعمل مش عارف ايه كلام ده كله ده هنقول عليه تشويه سمعة لكن في حاجات اكثر خطورة من كده وهي وهي مثلا حلاك لو احنا بنتكلم في العالم الحقيقي انا ممكن اخطف شخص واقول له والله اطلب فيديا معين في فيروس اسمه او في نوع من انواع الهاكينج او من نوع القرصانة يعني اسمه الفيدي ان انا بقدر الفيديا انا بقدر اخترق حساب الشخص بتاعك او بقدر اقرصن بياناتك اخترقها سواء بقى كانت بيانات شركة او بيانات افراد او زي ما يكون بقى هو المرتكب الجريمة بيوزعها الانتمت على نطاق كبير تمام وعلى حسب بقى عدد الضحايا اللي بيجي معي فبيقول له والله انا شفرت لك البيانات بتاعتك مهما كان اهميتها ادفع قيمة الفلانية علشان تقدر على الدهار كتير ده نوع خطير جدا من نوع دمر شركات ودمر ناس كتير جدا 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 ده الكرصانة ده ده اللي هو فيروس الفيديا الفيديا فلو احنا بقى بنتكلم يعني احنا اقولنا ايه الحكومة او الدولة بتسعى للتحول الرقمي تحول الرقمي معنا كده ان انا بتعامل المعاملات الحكومية والمعاملات بين الافراد وكل حاجة هتبقى من خلال الانترنت اوكي فلازم يكون المستخدم عارف ازاي يحمي نفسه بالوسائل حتى مش اقول وسائل المتقدمة جدا الوسائل البداية اللي يقدر من خلالها محدش يقدر ينتهك خصوصيات تمام ده كده يعني ايه التعريف باختصار احنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت او في الحلقة اللي فاتت عن الاي بي بالزبط دلوقتي فكرة الاي بي دي مرتبطة جدا بموضوع التواصل اللي هو انتشار الجريمة الالكترونية والكلام ده كله لان احنا كل واحد فينا بقى ليه رقم زي ما انت قلت هي مش انتشار الجريمة هي بيحصل عن طريقها التتبع لمصدر الجريمة للشخص المرتكب الجريمة بالزبط هو ببقى طالع من الاي بي معين وبيعمل طرق تحيولية معينة علشان يعني مصار وما يبقاش باي انا ممكن اكون في مصر واعمل جريمة في امريكا ممكن ابقى في مصر واعمل جريمة في اوروبا تمام زي ما يكون طالما انا قدرت احصل على الاي بي بتاع الشخص اللي قدامي فاسه يسهل علي الدخول على بيانات واختراك الشخص ده انا بتكلم عليه كشخصية اعتبارية ممكن يكون شخص فرد ممكن يكون مؤسسة ممكن يكون شركة ممكن يكون بانكة ممكن يكون حكومة ممكن يكون امن دول فالموضوع لطاقه كبير وقوى كبير جدا طب امت بقى اعرف ان المعلومات اللي مع الشخص اللي هو مرتكب الجريمة الالكترونية دي حقيقية او فاك او غير حقيقية لا يعني يعني دلوقتي مثلا انا بعرض مثلا حاجة صور ومش عارف ايه وكلام ده كله امت عرف ان الحاجات دي حقيقية ولا هو عاملها منتاج يعني حسب جودة الشخص نفسه اه ازاي يعني التقليق بص حدك اه الاصوات دلوقتي بتقل بطرق حديثة جدا 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 تمام بالنسبة للفيديوز نفسها او اللي هي المادة الحية للتصوير بيسهل القرصانة عليها ويسهل تزييف الاشخاص بعينهم هم فهنا على حسب جودة الفيديو بس هو يعني انا لو فرضا يعني جيت عملت فيديو معين وصممته بطريقة معينة هم ونشرته على الانترنت حتى لو فيه جزء كبير مش هيصدق ففيه جزء تاني هيصدق هيصدق بالضبط كده فهنا نتكلم بقى في دور مباحث الانترنت او دور الدولة في التصدي لتلك الاعمال مش منطقي ان حدا تسيبي باب ببيتك مفتوح مش منطقي انك تسيبي باب عربيتك مفتوح ولما تتسرق تروحي تبالك لازم يكون عليك دور احترازي لأول تعمليه وهو ايه بقى وهو ايه ان انا اولا في برامج كتير اضرة جدا على الموبايلات انا لو زي لا يعني مش هذكر برامج بعينها احنا ممكن نتكلم بحيث ان الناس تعرف برضو المشاهد احنا مش بنصنف برامج يعني اقول لها حداك على حاجة في ناس كتير بيلاقي مثلا ايه على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول له ايه شوف مين زار البروفايل بتاعك ويحط له لينك المستخدم علشان هو يعني دي حاجة عمره ما تحصل يعني المواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بتراعي خصوصية المستخدمين بتاعه فمجرد ان انا دوس على اللين كده فانا سمحت للشخص ان هو ياخد بياناتي هيقول لي ادخل اسمك ادخل كذا ادخل كذا فمجرد ان انا دخلت البيانات دي خلاص هو قدر يختلف الجهاز بتاعك على حسب بقى اهمية انا في المجتمع لو انا شخصية عامة او انا شخصية عندي خصوصية فهيتدي اختلف الحاجات دي لو هنيجي نبص نصنف مثلا جرام الانترنت في مصر هنلاقي ان اغلب حاجة او اغلب فئة مستهدفة السيدات لو انا اقدرت اخترق جهاز سيدة معينة خدت صورها الشخصية خدت حاجتها يعني بينفع ان احنا نخترق الموبايل يعني بينفع اختراق الموبايل كمبلة موقوتة كمبلة موقوتة ازاي بقى بيخترقها يعني ايه اللي بيخش عليه وبيعمل ايه وبيجيب السور دي ازاي وكلام ده كله عادي جدا طالما الجهاز متصل على الانترنت مجرد ان انا عملت له سماح بطريقة معينة هو طبعا انا ما بسمحلوش بالطريقة العادية صديها الضرر لعبة معينة او زي ما قلت الحالك كده ايه اعرف نتيجة السنوية العامة فده لينك وهمي مش موجود اصلا طب انا بعرف الحاجات دي وهمية ولا غير وهمية ازاي هي دي بناء انبقى على الخبرة يعني انت خلت احنا بنعمل توعية للمستخدم بحيث ان هو ما يدخلش على الحاجات الغريبة يعني لما يلاقي حاجة مش متعود عليها او ماسمعش عنها يتجنب الدخول اليه يعني دي رسالة كده من البشمهندس يحي يا جماعة اي لينكات اي حاجة تبقوا متواجدة مثلا تجيلكو كميسج تجيلكو كده ماينفعش ان انتوا تفتحوها وتخش تعملوا الباسورد والكلام ده كله ده كله ده كله بيبقى هاكينج عليكم او هاكر علشان خاطر يتوصل الى معلوماتكو الشخصية او كل حاجة شخصية في الموبايل بتاعكم يعني معنى كده ان الموبايل ده كارثة طبعا طب نهمل ايه بقى عشان نحمي الناس من الكلام ده كده بصي فيه حاجات اساسية مثلا لو انا هستخدم الموبايل فانا لازم انا بعمل يعني اي حد بيعمل بينزل برنامج عشان يستخدمه لازم يكون عارف الصلاحية نطاق الصلاحية اللي بديه البرنامج اي برنامج بينزل بيقولك تسمحلي ان انا ابص افتح الموبايل بتاعك اكسس الموبايل استخدمه صورك الشخصية الكنتكت بتاعتك كل دي بيانات بدي قريدي يعني احنا لما بيجي نزل اي او اي حاجة على الموبايل بيقولك ايه اه اتوصل لنصورك اتوصل لجهات اتصالك اتوصل للمعلومات اللي عليك يعني حاجات دي ممكن تضرنا طبعا حتى لو حاجات سيف اريدي اصلا لو احنا نيجي نتكلم كده هو المنطوق بتاع الجريمة الالكترونية تطور شوي بقى اسمه جرائم المعلومات طوافر معلوماتك دي تعتبر حاجة سلاح زحدي يعني شركات الدعاية او شركات المنتجة او المصنعة اي منتج عايزة تبيعه وعايزة تعرف سلوك المستهلك بتاعك فطبيعي جدا او منطقي جدا ان هو لو عرف انت بتهتم بايه كحاجات للشراء حاجات للأكل النمط العام يعني فهيقدر يوفر لي في المنتج بتاعك بسهول تمام لكن في نوع تاني اخطر ان هو بيقدر ياخد البيانات بتاعتك دي ويستغلها لاغراض غير طبعية اوكي انا لازم اراعي بقى اشوف هو البرنامج اللي انا بنزله ده تبع اي جهة اقرى لطاق الصلاحيات اللي هو بيقول لي ادي له اكسس على كذا وعلى كذا وعلى كذا لو لقيت وبيطلب حاجات مش منطقية يعني مثلا مثلا برنامج شهير للصور شهير للصور تعديل للإفكتس والحاجات من تعديلات الصور وجمع الصور وكلام لكل بينه بالزبط بيعمله بطريقة فكهية شوية فهو لما يطلب مني ان هو يعمل ادي له السماح ان هو يخش على الابوم الصور عندي فده منطق لكن بستخدم برنامج لعبة مثلا وبيقول للديني ان انا السماح ادخل على السور طب هو يدخل ليه فدي حاجة من ضمن الحاجات طب ايه بقى البرامج اللي هي فعلا بتبقى هاكر وبتبقى كونتكت مثلا بين موبايل وموبايل مثلا ان انت مش عارف توصل له اكيد انت خبرة طبعا في المضادة يعني اكيد فيه انواع برامج انت وصلتولها ان البرامج دي برامج هاكر الوقت الحركية يعني الهاكر نفسه بيستخبى في حاجة ما تبانش انه هاكر مش عايز يكون ملفتة لي بس الحاجات الاساسية اللي احنا اتكلمنا فيها زي موقع تحركة الحاجات الاحترازية ان انا مديش السماح حاجة تانية مهمة جدا كل الناس بتاخد موبايلها دلوقتي بتلعب بيه قبل ما اتناك الانترنت شغال فالانترنت ده بيسمعك بيشوفك بيعملك يعني هو انا شفت برنامج قبل كده يعني لقيته على مبايلي ببصت فجأة كده لقيت بينور الموبايل احمر فوق كده طب ايه البرنامج ده دخلت لقيت ان البرنامج ده ممكن يتوصل باي مبايلي يشوفني وانا قعدة ازاي وبعمل ايه وصوري ايه وبكلم مين والكلام ده كله طب ازاي التكنولوجيا قادرت توصل بالشكل البشع دوت في الهاكر تمام وبقت بتضر الناس كتير ازاي نقدر نحد بقى من المواقف دي ونحد من الحاجات دي يعني انا دلوقتي انا مسلا موجودة ومبايلي مسكاسي تمام وبدوس عادي وبتعامل ماشي وانا مش عارفة نوع البرنامج دو ايه اللي يخي يعني ايه اللي يخي بقى فيه بروتكتوف ما بيني وما بين الكنيكشن بتاع التواصل من خلال البرنامج ده ممكن يكون عندنا بقى ثقافة الحماية اللي هو انا استخدم حاجة اسمها انتي فيروس الانتي فيروس الانتي فيروس العادية ولا فيه انتي فيروس اكتر من متحدثة ومتطورة هو طبعا فيه فيه حاجات كتير وليه عشان دي حاجات بفلوس اه شرح حولي بقى ان جنرال ان جنرال هو الانتي فيروس درو ايه ان هو بيشوف السلوك الغير طبيعي اللي بيحصل تمام سواء بقى كبرامج يعني هو الفيروس ده عبر عن ايه او يعني هو مجازا بيتقال على الفيروس هو برنامج عادي خالص زي اي برنامج بس بيقوم بافعال ضره يعني ايه بيقوم بافعال ضره يعني بيدي صلاحية للجهاز ده انه يدي الداتا مثلا ينقل البيانات بتاعته من الجهاز ده لجهاز شخص تاني وجود الانتي فيروس ده على الجهاز فهو بيراجع الملفات دي ويشوف اللي سلوكها غير طبيعي ويبتدي يمنعها ويبتدي يوقفها ونقل على ان فيه شركات تانية مطورة للانتي فيروس دي زي ما يعني اهدي كده مثال شركات الخزن لما تيجي تصنع خزنة بتجيب واحد عبقري يشوف يقدر يفك الخزنة دي ازاي فالشركات دي عشان يوصلوا لدماج الحرامي اللي يجي يفك الخزنة فمهما تفوقنا في مجال الانتي فيروس فيه برضو واحد بيصمم الفيروس او فيه واحد بيصمم البرنامج اللي يقدر يعمل بيه الاختراك على الجهاز بتاع حضرتك فكان فيه حاجة بس كنت المفروض اشير اليها بالنسبة للموبايل حضراتك وانتي دخلة القوضة هتنامي فمعاكي موبايل بتلعبي فيه طمام لازم قبل ما تنامي او انتي في مكانك الشخصي تقفلي الانترنت او تقفلي الموبايل تاتر ماينفعش يبقى معاك كلها كلها طب ليه بقى طالما الانترنت كونيكشن مفتوح يبقى يسهل اختراك الجهاز بتاعك طب ازاي وهو انا مش منزله برنامج ما هو انتي ممكن ما تكونش شايفة البرنامج ما هو انتي مش هتحس بيه يعني هو ممكن يبقى بنزلي برنامج بعد ما يكون ما هقر يبقى بنزلي برنامج يشوف كل دي ما هو بص حالك الاي بي او العنوان اللي احنا اتكلمنا عليه ايواش هنرجع بقى للاي بي هنرجع للاي بي العنوان بتاعك ده بيبقى عنوان ثابت لفترة معينة وبعد كده بيتغير تاني يعني لانا فصلت الانترنت وشغلته فانا خدت عنوان جديد من خلال شركة الانترنت او من خلال المزود الخدمة بتاعي فالاي بي ده متغير فهو بيربطه لك ببرنامج بحيس ان الاي بي بتاعك لو اتغير يجيله رسالة ان الاي بي بتاع الدحية دي موجود بالطريقة الفلانية عشان معلش ناعد الموضوات طيب واحدة وحدة عشان انا انا قدامك ما فهمتش الكلام طيب نقولها كده بشويش انا دلوقتي عارف العنوان بتاعك اللي هقدر استغلي من خلاله اللي هو الجهاز الموبايل اللي هقدر اختارته اه فلو انا فتح الانترنت وعفلته افلته خالص ما كده مفيش انترنت فتحت خط اي بي جديد طب هو المرتكبه خط اي بي جديد إزاي خط يعني هيا الاي بي ده مش بيبقى ثابت؟ لا بيبقى متغير بيبقى متغير ازاي بقى؟ يعني كل ما بفتح جديد بيبقى الاي بي بي جديد طب ليه وازاي؟ طب دي حاجة تيكنيكل قوي ومحن عاليين فرضو نرفهم بالتكنيكل فرضو إحنا بنوعي إحنا إحنا دلوقتي أو حلقتنا النهارده هدفها التوعية للمشاهد تمام لإن الموضوع بقى متفشي بشكل كبير جدا 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 طول ما احنا قاعدين سمعين ده فلان كتب بوسط ان فلان عمل وسوى ده فلان يا جماعة الخصوصية يا ناس حرام انتوا كده بتتكلموا على صمعة ناس وبتجيبوا كلام على بنات وبلاقي بلاوي بلاقي بلاوي فعشان كده عايزين نعرف ونوعي الناس ازاي نواجه الخطر الكبير اللي حصل لنا دلوقتي طيب لو هنيجي نتكلم في النقطة بتاعت الاي بي دي التكنيكا اه يعني نتكلم فيها نحاول نصغها ببساطة ماينفعش تمشي بعربية في الشارع يعني دير ما يكون لها رقم صح؟ طبعا فبالنسبة الانترنت عشان ندخل على موبايل عشان اسهل عملية الاتصال بين الاجهزة وبعضية احنا بنتكلم في مليارات الاجهزة طبعا طبعا فببقى فيه منظمات بتدير الموضوع ده فنيجي مثلا لمصر مصر فيها كم مزود لخدمات الانترنت فيها خمس مزودين لخدمات الانترنت خمس مزودين ايه بقى المزودين؟ مزود ان هو الشركة اللي بتتعاقضي معها على خدمات الانترنت اللي هي زي تي داتا اه اللي هي الشركات بالضبط الشركات الكبيرة دي دي شركات اسمها مزود خدمة اوكي فمزود الخدمة ده بيبقى عنده عدد معين من الاي بي هات ماشي وناء على المنظمات دي بتديها الكيانات دي تمام فلما حريك بتيجي تفتح الروتر أول ما تيجي تشغليه كهرباء فبيبتدي يعمل الكونيكشن بتاعه أو يعمل اللي هو طريقة الاتصال فبيبتدي يطلب من الشركة ديني اي بي عشان أطلع بي انترنت فهو كده هنا أخد اي بي فكل شوي الاي بي بيتغير بيتغير لو أنا قفلت الجهاز وشغلته فكده الاي بي بتغير الاي بي بي أسابق في حالة الشركات أنا عايز أحدد اي بي مثلا المعين على كاميرات مراقبة عايز أحطه على أجهزة متقدمة شوية لازم أتوصل إليها فبثبت لها الاي بي يعني أنا بروح للشركة وقوله أجر لي اي بي سابت فالاي بي سواء سابت أو متغير هو عنوان بقدر أوصل إليه من شخص من نقطة ألف لنقطة به تمام فلو أنا جيت زي ما قلنا لحدك النقطة اللي احنا بنا بنتكلم فيها أنا شخص هدخل قطي بلعب بالموبايل شوية وهقفل وانهم أنا احتراما لخصصيتي أروح قافل الدي تبا يبقى كده وانهم هقفلوا الداتا بتاعتكم قبل ما تناموا إحنا هنا مش بنتكلم بقى يبناوي إحنا مش بنتكلم مثلا على سيجنال موبايل أو أجرار طبية إحنا مش برنامج طبي إحنا بنتكلم على الطريقة بتاعتها كتقنية موجود الانترنت أنا معرفش الموبايل خلي بالحظاتك جدلاً إنتي هتعادي مع صاحبتك تقولي لها أنا عايز أشتري شقة في المكان الفولي ده طبعاً الأعداد اللي معي بيسأل سؤال صح والله فعلاً الدي تا موبايل ولا الكونيكشن بتاع النت كله الكونيكشن الانترنت كله سواء الدي تاعة أو الواي فاي مش لازم يقفل الراوتر يعني الراوتر لو حد تاني شغال عليه أكيد مش هاااة يعني هقفل للدني لكن أنا بموبايل أنا أقفل الواي فاي أو أقفل الدي تاعة فأنا خلاص كده موبايل مش وصل على الانترنت آه ده رسيبه جنبي واناة يعني نقفل الراوتر يا جماعة قبل ما نام برد أهم بقى من كده إن الشخص نفسه يعني زي ما قلنا كده فيه جهود بتحصل زي ما فيه أنا لو محفظت تتسرقت موبايل تتسرق عربية تتسرقت فأنا بتجه للشرطة بحرر محتر جرائم الإلكترونية فيها حاجات بتحصل من أنواع الابتزاز أنواع التحرش أنواع أنواع كتيرة جدا أي حد يتعرض لها المفهوض يرجع للجهة المسؤولة ويبلغها أن حصل معي إن هي مباحث الإنترنت مباحث الإنترنت والمباحث المعلومات طبعاً إحنا لو يا جماعة معلشي طبعاً أنا نسيت الأسفة يعني أنا أقول لكم تظهروا لي استرابات كده لأرقام مباحث الإنترنت لو ينفع دلوقت يا شباب بس تظهروا لي مباحث الإنترنت وتعملواها الاسترابات تحت الشاشة بحيث أن أي حد بيتعرض لمشكلة من هذا القبيل ياريت يا جماعة تتواصلوا مع الأرقام التليفونات إن شاء الله الشباب هيعرضوها لكم على الشاشة حالة دلوقت في سؤال برضو تاني جايب دلوقت في سؤالة في سؤالة في سؤالة جاية الهام الهام معي موضوع تيم فيور أكيد عارفوا طبعاً طيب تواصل التيم فيور اللي هو الكنتكت بتاع التيم فيور من خلال الموبايل الكمبيوتر ولا من خلال الموبايل الموبايل بس؟ لا من خلال أي حاجة لأي حاجة من خلال أي هو التيم فيور ده عبر عن إيه؟ أه التيم فيور ده أنا كشخص بستخدم الكمبيوتر عندي مشكلة تمام فبدل ما أروح لحد يحلها لي ممكن أدي حد الصلاحية ليخش باستخدام البرنامج ده علشان يصلح لي المشكلة بتعمله زمان والله هو برنامج حتى هو ما بيديش هو نفسه لما بتيجي اتشغالي بيقولك العنوان بتاعه هو بديك كمان عنوان وبديك كلمة سر بتديها للشخص اللي بيحاول الوصول اليك. تمام. فبيقدر يخش. طيب بيتحكم في كل الداتا اللي داخل الموبايل ولا تحكم مسلا جزئي ولا تحكم كلي ولا. كلي. في كل حالة. كل حالة. كل حالة. صور. تواصل. كل حالة. تفتحت له الجهاز ولت له خش. لا والله. يعني ده ده غلطان. لا هو هو ليه استخداماته يعني هو ده برنامج ليجل يعني يعني برنامج قانوني ما بيعملش. ما هو ده ليجل بس فيه ناس بتتعامل بيه بقى ليجل. لا ما يقدر. ليه بقى? علشان ده برنامج معمول لاغراض تجارية واغراض عادية يعني يعني حتى هو بيتعمله التنزيل بيقولك انت بتستخدميه الاغراض شخصية والاغراض تجارية. فهو ليه اغراض مفيدة لكن هو مش برنامج للاختراق. من ده مش من انواع البرامج الاختراق. بس ممكن واحد يكون زاك شوية يديلك البرنامج ومعاه جزء اختراق. مع اي برنامج من البرامج يقدر يزايد الزرق. يعني الباسورد سابت وانا بفضل اتحكم في اللواعي. لا هو انت مجرد ما قفلتي يعني يعني انا دلوقتي عايز اخش على جهاز حضرتك. تمام. فانت الموبايل. اللي هو تسجيل الحفظ. الاتيم فيور. لا 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 تيم فيور ما فوش الكلام. لازم يعمل من اول وجديد علشان يقدر يتواصل. ده الفوميشنز اللي دخل الجهاز من اول وجديد. تمام. طيب. آآ برضو. يعني نسأل اسئلة اسئلة تكنيكل. طبعا. مع الدارس مهندس يحيا طبعا لان أستاذ التكنيكا في كله طبعا على الشاشة يا جماعة موجودة الأرقام بتاعت مباحث الانترنت على الشاشة للتواصل لأي مشكلة أو أي حاجة وطبعا برضو برنامجنا بيقبل أي مداخلات هاتفية أي حد عنده مشكلة أي حد نقدر نساعده في الموضوع ده احنا تحت أمره طبعا وكمان هنكمل مع الباش مهندس يحيا كشركة أراب إكس ممكن تقدر أنها تعمل الـ IPHات اللي هي ساية مثلا إن شاء الله طبعا هي شركة من شركات الشركات الكبيرة بإذن الله عندها لأ يعني شركة من شركات كبيرة زي إن شاء الله طبعا زي ما قلنا احنا مكملين للشركات مش منافسين ده حباك في الشق اللي احنا كنا تكلمل في الحلقة اللي فاتت في الأعطاء فإحنا دلوقتي شركة أراب إكس بتقدم الخدمات دي للناس انها ممكن بتقدمها للشركات للشركات ما بتقدمهاش للأفراد طب بتقدمها للشركات إزاي بقى بوصح بك دلوقتي أنا كشركة عندي عدد كبير من الموظفين أنا مقدرش أضمن سلوك الموظف على الأجهزة هو بيستخدم الإنترنت إزاي فهنا احنا بنتطرك لحاجة أعلى شوية من الانتي فيرس حاجة اسمها الحائط الناري أو الفايرول أوكي الفايرول ده عبر عن إيه الجهاز الروتر اللي موجود بيتوصل على الفايرول وكل المستخدمين بيتوصلوا بالجهاز ده فالفايرول ده من خلال الانترنت اللي داخل هو بيعمله زي كده إيه بواب انت رايح فين وجاين مي ببساطة فأي شركة من الشركات لازم يكون عندها حاجتين للتأمين فايرول على بداية الانترنت وأنتي فيرس على جهاز المستخدم العادي دي كده منظومة الحماية لازم تكون البرامج دي محدثة على طول لازم تكون على قدر عالي من الجودة علشان تضمن سرية بيانات العملاء وبيانات الشركة تمام ببساطة احنا بقى بنقدم حلول استشارية للشركات وبنقدم لهم خدمات الحماية دي هنكمل بقى معاك إن شاء الله الحلقة الجاية في معلومات جديدة مع البشمهندس يحيا طبعا بشكرك الأول لبشمهندس يحيا النهاردة على الحلقة الجميلة دي وأكيد انت أفتت الناس كتير وأفتتني أنا شخصيا بجد كتير وأفتت الكنترول كله بسم الله من شاء الله كله عمالي يسألني في الإربيس يسأل يعني تربع الأسئلة في الإربيس من خلال الموجودين في الكنترول طبعا بشكرهم كلهم أعزائي المشاهدين عايزي أقول لكم بجد إن لازم يخلي كل واحد عنده ضمير تشويس سمعة الناس مش بأمر سهل لما بتقذي حد مش بأمر سهل يعني من كشف ستر مسلم فضحوا لا في الدنيا وفي الآخرة فجماعة يا ريت يا ريت ما نفضحش بعض لا بحاجات فيك ولا بحاجات أن فيك بأن مش هتستفدوا حاجة لما تشهروا بعض مش هتستفدوا حاجة لما تأذوا بعض مش هتستفدوا حاجة لما تكشفوا ستر بعض اللي ربنا سطروا أنت يا بني آدم ما تحاولش تكشف ستره الموضوع اللي احنا كنا نتكلم فيه النهاردة ممكن يكون موضوع احنا اتكلمنا في شكل تيكنيكل واتكلمنا كمان في شكل اجتماعي لأن الموضوع بقى شكله وحش قوي 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 واحنا كشعب مصري أكتر دولة في العالم بتتعامل في الانترنت غلط وده للأسف يا جماعة التكنولوجيا مش معمولة علشان خاطر نأذي بيها بعض التكنولوجيا معمولة علشان خاطر نتواصل مع بعض نعرف معلومات نتعامل مع بعض نتواصل مع بعض بخلال الخارج نكلم بعض نعمل شغلك من خلال الانترنت نتواصل من بعض مش نأذي بعض وده ما سبجي كده ومعنا برضو لحد الوقت يا ياريت يكون معنا ستريبة جماعة فيها مباحث الارقام مباحث الانترنت معنا شوفوا الارقام ديت وتواصلوا فيها من خلال اي مشكلة تحصل لكم شكرا لكم اعزائي المشاهدين وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية مع بفن الكريم باش مهندس يحيح يا ناطف مش تيجي جدا لكم شكرا لكم شكرا لكم